أزمة سياسية في بريطانيا أثارها نجم كرة القدم جاري لينيكر بدأت بتغريدة على تويتر انتقد فيها خطط الحكومة البريطانية بشأن ترحيل اللاجئين بعدما شاهد مقطع فيديو لوزيرة الداخلية البريطانية وهي تتحدث عن هذه الخطط لينيكر وصف سياسة حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن المهاجرين عبر المنشب القاسية قائلا إنها لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات في إشارة إلى النازية موقف أحرق الحكومة البريطانية للغاية ولم تجد ما تدافع به عن نفسها الغريب في الأمر أن رد الفعل جاء من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي والتي أمرت لينيكر بالتوقف عن تقديم برنامجه الرياضي قرار أثار موجة غضب عارمة بعدما اعتبره البعض أشبه بعقوبة بسبب التعبير عن الرأي كما زاد من حدة الاعتراضات على مشروع قانون الهجرة الجديد أعتقد أن الأشخاص في البي بي سي كان لديهم تعليقات مشابهة بأن هناك بعض المخافزين في مجال الرياضة لابد من بعض الإضاحات وهناك الكثير من الآراء لابد أن يعبر عنها كافة الأشخاص بكل حرية وهذا هو السبب الرئيسي من الأعلام ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالعديد من الرياضيين والنقاد انسحبوا من المشاركة في برامج الهيئة وجاءت الضربة الموجعة بعدما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لإنجليزية دعمها رسميا للعبين في عدم الظهور تضامنا مع لينيكر وفي إطار ردود الفعل دافع يورغن كلوب المدير الفني لليفر بول عن حق لينيكر في إبداء رأيه عن قضايا حقوق الإنسان مشيرا إلى ضرورة الحديث عن تلك القضايا ودون جدوة حاولت الحكومة البريطانية نأي بنفسها عن هذه الأزمة بعدما اعتبر رئيس الوزراء أن حكومته ليست طرفا فيها لكن انتقادات وزيرة الداخلية سويلا برافرمن لنجم كرة القدم جاري لينيكر وضعت صونات وحكومته في عين العاصفة نعم أتفق مع ذلك تماما أن هناك انخفاض في مستوى الحرية لدى الشعب الأشخاص العاديون لا بد أن يكون لديهم القدرة على التعبير عن رأيهم وحرية التعبير كذلك وبعد موجة من الانتقادات من المفترض أن يعود لينيكر لاستئناف مهامه في برنامج كرة القدم الرائد في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بعد حل الخلاف ولكن لا زالت الأصوات الرافدة لسياسة الحكومة البريطانية في ملف الهجرة تتعالى بعدما خاوف من أنها قد تنتهك القانون الدولي والتزامات المملكة المتحدة بموجب المعهدات الدولية من العاصمة البريطانية لندن هنا القاهرة